السلام عليكم يا حبيب اتعالي انا ارضو اقول لكم على وصفة جميلة وخفيفة متخدش وقت من خالص مسافة ما بتعمل متخدش تقريبا ربع ساعة في عميها خالص لان الجامعة اصلا محتجش سوى اصلا مننا. انا بجيب زبدة عنار وبحط فيها فصين يعني معلقة توم مهروسة كبيرة. طبعا اساسي الوصفة دي الزبدة للزبدة اللي بتخليك السوس الكريم الابيض او السوس الابيض بتاع الماكارونة ناعم جدا هو اساسي الزبدة. بتحطي معلقتين معلقة الزبدة كبيرة مكعب زبدة محترم كده ومعها مع التوم مهروس وبتديها يعني تشويحة خفيفة ما تاخدش مش عايزة التوم ياخد لول. تشويحة بس كده مع الزبدة بس ياخد مطعم الزبدة. بعدها بحط الجمباري بتاعي وافضل اشوح فيه اشوح فيه اشوح فيه الحد الماء. يعني خمس عشر ديالة كده بحيس ان ياخد بس تسوية خفيفة خالص لانا مش عايزة الجمباري يجلد مني في السواء. الجمباري يباخدش سواء مننا. هنزل بالجمباري عصوص الزبدة والتوم. واقلب فيه شوية كمان. وبعدين ابتدي ان انا طعامه. احط ملح وفلفل خفيف خالص. وبعدين اجيب معي تلات معلقة دقيق. انا هعمل كيس مكارونا واحد. اسبكتي. هاخد تلات معلقة دقيق. احط طوم بعدما الجمباري يتشوح ويشم كل حاجة ويتغير درجة اللون بتاعت بس على خفيف. احط تلات معلقة دي ويواخدهم شوية كده في محمرهم مع الجمباري في الزبدة. لحد ما ابتدي ان هو يعني يتشربوا من بعض قوي كده فابتدي ان احط معي نص كيلو لبن او كيلو اللاربع لبن حسب ما انت عايزة الصوص بتاعك كتير. انا كنت احط كيلو اللاربع عشان انا بحب الصوص تاع البشاميل او صوص كده. مش شرط يكون عندي الكريمة لباني. طب الكريمة غالية مش شرط يكون عندي الكريمة عميلي بصوص البشاميل. انها عندي اطلع جميل برضو قوي بتاعمه حال. عايزة تعززي الطعم بتاع البشاميل الابيض. خطي معلقتين اه مكعبين اه بتاع ده. جبنا كيري. جبنا الكيري دي بتخلي مع ربط طعم الكريمة بتاعتك. تخلي طعم حل وقل البشاميل. معلقة كريمة اتنين مكعب جبنا كيري معلقة تلاتة اربعة لتر لبن. وتحطيهم عليه وتبتدي ان انت بالمضرب الصغير بتقلبي بيه قوي قوي قوي. لحد ما تقول لشها من بعضه والكريمة تبقى نعمة جدا. كوني سالة بقى كيس الماكرونا بتاعكم ننزلها معاها. وجرد ما الكريمة تغلي غالوة كده عشان تعرف ان ايديه خلاص دخل في الصورة بتاعهم على خط طعم الجنبري. تنزلي معاك بالمكرونا والسيبيها تاخد تطعيم ببعضها شوية. بتطعاميها بقى اتزاود شوية في الاسمر. زاودة حبة زعتر. عندك روزماري طحفة طبعا. انا ما كانش عندي روزماري حطي الزعتر. اي تطعيمة انت عايزة تحطيها نكهة بتجي نكهات من روايح العطرية. ان شاء الله حتى ورقة الريحة. بتجي برضو ريحة هاي لمرضو مع الجنبري. انا ما كانش عندي طبعا ولا ريحة ولا كان عندي روزماري. كان عندي زعتر. حطت شوية زعتر كده على الوش وبقى الفنا وشفت. جوسي وطعمها حلوة قوي جميلة واخدتش وقت مننا. وطعمها هاي جدا جدا جدا. يا رب الجراب الوصف معي. وقالف عنوشف. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة